العاصمة المصرية القاهرة شهدت خلال الآوينة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً للتوصل إلى هدنة طويلة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يتم بمجابهة تبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لكن حتى الآن لم تنجح هذه المفاوضات في إحراز تقدم بشأن التوصل لهدنة إنسانية وبحسب حماس فقد اختتم وفدها بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام لبحث وقف الحرب في قطاع غزة بعد أن أجر لقاءات مع الجانب المصري تمحورت حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار دون مزيد من التفاصيل وكانت صحيفة والستريت جورنال أفادت بأن القاهرة بعثت برسائل إلى حماس طلبت بمجابهة التوصل إلى اتفاق في غضون إسبوعين أو سيبدأ الجيش الإسرائيلي بعمليات برية في مدينة رفح التي أصبحت ملاذاً لأكثر من مليون نازح فيما أكد البيت الأبيض أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدين بريت ماكورك في إسرائيل بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الحرب في غزة تسير بشكل جيد وفي السياق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع لم تكشف عنه أن تل أبيب ستشارك في مفاوضات تجرى الإسبوع المقبل في فرنسا بحضور الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن اتفاق محتمل لهدنة في غزة وفشلت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار قبل أسبوعين عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مقترحاً من حماس لهدنة مدة وأربعة أشهر ونصف تنتيب انسحاب إسرائيلي ووصف نتنياهو المقترح بأنه محضوهم من جهة أخرى أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قدم وثيقة مبادئ للمجلس الوزاري الأمني تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة وقالت إن الوثيقة تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل غزة وإقامة منطقة أمنية في القطاع وإغلاق وكالة الأونر والي تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى